نجي إلى النوع الأخير من الحيوانات اللي يمثل حيوانات مختلطة التغذية أو الاسم الآخر لها الحيوانات القارتة هذه الحيوانات هي تلك الحيوانات التي تتغذى على النباتات والحيوانات لذلك تمتلك تكيفات وسطية بين آكلات اللحوم وآكلات النباتات أو آكلات الأعشاب هذه الحيوانات أسميها الحيوانات القارتة أو مختلطة التغذية هنا رح يصير عندي تعليل لماذا تمتلك القارت تكيفات وسطية بين آكلات اللحوم وآكلات النباتات والأعشاب الجواب رح يكون لأنها تتغذى على النباتات والحيوانات أو اللحوم ريد نعرف ما هي أهم التكيفات للحيوانات مختلطة التغذية أو القوارت أهم التكيفات للقوارت تتمثل بما يأتي أولا القواطع والأنياب والأضراس تظهر نفس درجة النمو يعني كلها تنمو بنفس الدرجة ملاحظة يعد الإنسان من أفضل صور القوارت لأن تغذيتنا مختلطة كما وتتمثل طبيعة تغذوية بشكل جليء أيضا في الأسماك حيث يقال عن الأسماك أنها تتغذى ما يتوفر في بيئتها من نبات أو حيوان مثل ما أخذنا بالكورس الأول أن بعض الأسماك أنصيح لها عاشبة وبعض الأسماك أنصيح لها لاحمة وبعض الأسماك أنصيح لها قارتة لأنها تتغذى على ما يتوفر في بيئتها من نباتات وحيوانات إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم إن شاء الله تكونون فاهمي وأي شي ما واضح أتكم اسألوني بالمناقشة مع القناة بالتوفيق بنات